اشتركوا في القناة النهاردة بقى نبتدي من يومنا مع بعض كده من بدري شوية كدت حوالي كدت الساعة واحدة الضهر دخلت المطبخ بدري النهاردة عشان هعمل لهم النهاردة حاجة حلوة كده فلازم كنت تخلوا بدري شوية عشان الوقت ما يسرقنيش يعني والحق عمل لهم الفطور فالمم دلوقتي كانوا طلبين مني بصراحة كلهم كنافة بالمانجا وكنافة بالمهلبية فانا قلت لهم هعمل كنافة بالمانجا النهاردة وبالمهلبية المرة الجاية ان شاء الله المهم طلعت كنص كيلو كنافة كان عندي في الفريزر طبعا فرمت كويس قوي في الكبة وممكن كمان تعملية عادي على قديك يعني من شرط كبة وبعد كده طبعا زمانتوا شايفين سيحتك ببيت سمنة يعني تكون صيحة بس ما تكونش سخنة وقلبت بها الكنافة كويس قوي وحمرتها زمانتوا كده شايفين ما دخلتاش بقى الفرن ولا اي حاجة انا عايزة يعني لونها كده يعني لونها حلوة لا اصفر اوي يعني ولا غامق ولا فاتحك خالص لونها بصراحة كان حلوة كان لونه دهبي كده فكان حلوة اوي هنا اجيب بقى هعمل الكريمة اللي بتتحط مع الكنفة بالمنجا دي كنت جايبها ربع كيلو كريم شانتي اللي هو السايب عادي مش اللي هو الباكيتات طبعا من غير السكر ومن غير اي حاجة خالص هو خام فحطت كوباية سكر ربع كيلو بحط عليه كوباية سكر بس ما تكونش كبيرة يعني مش شرط ان هو يكون بودر ولا اي حاجة سكر عايزي وبعد كده الاول حاجة حطيت عليه مية تكون ساعة جدا متلجة برضو مش هعمله بلبن ولا اي حاجة هعمله بمية عشان يطلع زي بتاع بره بالضبط لكن لما بتحط عليه لبن والكلام ده ميبقى زي بره اصلا المهم دلوقتي انا كده اول حاجة ضويبت السكر وبعد كده حطيت حوالي نصف لتر مية او اقل شوية وبعد كده نزلت بقى بالربع كيلو اللي انا كنت جايبها كريم شانتي ده زي ما انتم كده شايفين وهبدأ اعمله بالمضرب كويس جدا لغاية لما ارفع المضرب زي ما انتم شفتوا كده ما ينزلش منه اي حاجة هنا بقى عشان نحلي بس الكنافة شوية حطيت معلقتين اللي هو الشربات اللي هو العادي بتاع الحلويات ده انا ببقى اعملكة وحطة في برطمانات بشيلو بقى يعني اي وقت بقى استخدم مثلا اطايف اعمل بقى كنافة عادية فبيكون عندي طور رمضاني يعني كده وهنا طبعا ما عنديش بقى اا مانجا فريشي يعني انا عندي مانجا مخزنها فعملتها عصير بس ما حطتش عليها نقطة مية ولا سكر فهي تقيلة فالمهم حطت برضو كده معلقتين عالك كنافة وقلبتها كويس جدا مع السرام اللي احنا حطناه اا وهبدأ بقى ارص الكنافة بتاعتي هنا جبت الاطباق دي بصراحة حبيتها قوي خصة ان الاوراد الصغيرة بدل ما افضل اقطع قطع بقى والكلام ده كله بصراحة حبيت ان كل واحد يكون لي كده طبق لوحده او مجل واحده بتبقى افضل بكتير طبعا ممكن تعملها في اي حاجة ممكن كوبايات بقى اي حاجة عندك عادي مش فرقة خالص فانا عندي التواجن استغنانة خالص البايريكس دي فبصراحة عملت فيها رقيتها حلوة جدا حطت الاول حاجة طبق الكنافة وبعدك طبق الكريمة وهبدأ احط طبق الكنافة تاني وطبق الكريمة كمان وبعد كده هحط بقى عصير المانجا طبعا لما بتكون فرشي بتكون افضل بكتير لانك بتكون يمقطع بقى المانجا كتعة كده صغيرة وبتبتدي بقى ان انت سينزلي عليها من فوق كده او عليك كريمة من فوق كتعة المانجا بتكون احلى بس انا ما كانش عندي فرشي يعني فبس تكت حلوة جدا والله العظيم كتت عمعت وحفا لانها كتقيلة اولا ما كنتش حط عليها مية خالص ولا سكر طبعا كده كده الكريمة بيكون فيها سكر والكنافة احنا حطينا فيها معلقة سيرم او معلقة شربات فبقت مع السلة يعني ملاش نحنا نحط ايه سكر كريمة فسكرة كان مظبوط قوي بصوا بقى الطبقات طبعا حلوة جدا والطبق كده جميل وكيوت كده اي حد يمسكوا ياكلوا لو اولاد صغيرين كبار حلوة قوي بصراحة هنا بقى بصوا هبدأ اعمل حط طبق الكنافة بس هحط ايه على الكنافة كده مع لقتين مانجة برضو تدي برضو طعم كده 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 انا عاملة الكنافة كلها بالمنجة زمانتم ما شفتوا في الاول خالص اه فلو ما عملتش الخطوة دي مش هتفرق هحط بقى برضو طبق كده كريمة عايز اقول لكم الكريمة كتت مظبوطة وكتت حلوة قوي قوي عاملة زي بتاعي ببرة بالضبط اه وتعد معاك عادي في التلاجة طبعا اول ما عملتها دخلتها التلاجة على ما عصرت المانجة اه لاني كان الجو كان حر في اليوم ده بصراحة فلازم نتحفزي اه على يعني على السقوعية بتاعتها ما تسيبهاش بره عشان ممكن تسيح بس تو هنا حطيت برضو كده مع لقتين مانجة برضو وبعد كده هنزل بقى بالكريمة تاني كسر حلواني بصراحة اه سعيدني قوي في موضوع الكريمة ده ان انا ايه ما يخدش من الطبق اه بالمعلاقة ولا بهد للدنيا هو حلوة قوي بصراحة في موضوع الكريمة يعني بالمانجة هنزل بقى زمانتو كده شايفين بصتوا بقى سهلة خالص اه وكمان عايز اقول لكم ان هي طعمها يعني مش فرقة خالص لما يعني لو عندك عصير ما تقايدش نفسك اني لازم تكون فرشة بقى ولازم تبقى قطع لا اعادي طالما عندك مانجة كده ما تحطيش بس عليها مية ولا سكر هتلاقاها حلوة جدا اخر حاجة بقى قلت بدل ما اعمل طواجن كتير اه عشان المساحة في التلاجة عندي مش كبيرة طبعا طور رمضان انتو عارفين بيكون عندنا حاجات كتير قوي في التلاجة اه فقلت اجيب بقى الطاجن اللي هو الطويل المتول ده يعني هو ايه مش عريض ويعني عامل زي اللي هو بتاع الانجليش كيك فالمبسط هو بايريكس المهم دلوقتي هبدأ اضيفكها كل الكنافة اللي بقى عندي والكريمة والمانجة هي اصلا كانت خلاص يا دوبك يعني النص كيلو والضبط عمل معي برضو كمية حلوة اوي كده عملت طبقة كنافة وبعد كده حطيت شوية المانجة زمانتو ما شفته ونزلت بالكريمة بقى كلها البقية طبعا الطاجن ده كان حلوة اوي بصراحة لانه كان مليان بقى مانجة وكريمة وحاجات حلوة اوي كتير كده هنزل بقى بقتل المانجة كلها وبعد كده بقى هبدأ ازينه كده بالكنافة والكريم شنطيه برضو كان بقي شوية فقلت اعمل كده شكل حلوة على الكنفة من برا طبعا برضو بمدي طعم حلو ومدي كمان شكل حلوة اوي هنا عندي المنازيل شايفين كده خلاص خلص بقى بقرة المنازيل طول ما انا وقفة بشدي منها وبمسح اي حاجة وبستعملها كتير اوي هنا زي انت زي ما انتم شايفين كده بقية الكريمة بقى عملت الحاجات دي او الورد ده السغنن ده طبعا مدي شكل حلو اوي وكمان طعمه طبعا حلو جدا لانه هو اصلا اساس الكريفة بالمانجا الكريمة والمانجا بصوا بقى الشكل طبعا تحفة تحفة يعني والطعم والله العظم احلى بكتير طعمها حلو جدا جدا او وترقيتها حلوة اوي زي ما قلتلكم متقيديش نفسكو بكتع المانجا عادي لو عندك مانجا او زي ما قلتلكم ايه او دربها في الخلاط من غير سكر ولا مية ولا اي حاجة خلاص كده خلصناها دخلها بقى التلاجة لان هي لازم تدخل التلاجة شوية عشان الكريمة طبعا ما تسحش او كمان بتكون متماسكة كده الكتعة بكتعة يعني بتكون الكتعة الكنافة بتكون متماسكة معاك فبتكون حلوة جدا خلاص بقى بصت قلت كده اعمل برضو اه حاجة نشربها كده على الفطار نفتر يعني نبيل رقنا بيها زي ما بيقولوا اه فهنا كده عندي اللي هو الطمر ده قلت عملو كده طمر بلبن بصراحة كل يوم اه جزء كان يقول لي ما فيش بلح بلبن بس انا ايه كنت بعمل حاجات تانية يعني فقلت النهاردة هعمله بقى اه الطمر هو بلبن هو بيحبه فقلت عمل لنا كلنا هجبت كده على قدنا بالزبط خمس كاسات وهبدأ ان انا اه احط في كل كاس كامبلة حية وعليها شوية لبن بس انا بحط السكر طبعا لان طبعا الطمر ده بيكون مسكر فمش محتاج ان انت تحطي اه سكر خالص انت ممكن بس اتضيفي على الحليب ده شوية قرفة هيدو طعم حلوة جدا بس انا عشان طبعا الولاد ما يكرفوش او يقولوا لأ مرضيتش هعمل اي حاجة خالص ولا حطت اي حاجة خلصنا بقى كده الحليب باللبن والطمر باللبع ودخلته التلاجة هو كمان هبدأ بقى نعمل الفطر بتاعنا جيت دلوقتي كده جبت كام بصري وهبدأ ان انا افرمهم كويس جدا في الكبة جبت كده حوالي تلات او اربع ورسالات صغنانين مش كبار اصلا بس هستخدمهم دلوقتي في كزا حاجة معاكم فرمت كده البصل اهو هجيب كده معلقة بقى وهاخد مسلا حوالي كده آآ معلقتين كبار من البصل طبعا كنت امطلعة بقى حاجة الفطر يعني كنت امطلعة لحمة مفرومة عشان تفك الصبح آآ وكنت امطلعة برضو فرخة آآ برضو قبلها بيوم قلت برضو عشان تفك براحتها وكل حاجة هنا حطيت شوية ملح على البصلايس صغنانة زي وشوية فلفل اسود وشوية حبهام مطحون هقلب كويس كل الكلام ده كده كويس قوي مع بعضه وهجيب بقى الفرخة بتاعتي دا انا كنت غسلها كويس جدا بالدقيق بقى واللمون والملح وكل حاجة وهبدأ بقى احشي كده الفرخة بالبصل بالفلفل اسود بالملح بالكلام ده الخطوة دي بصراحة بتخلي الفراخ كده معاك ااا متعمة وطعمة حلو جدا وفي نفس الوقت تملحها كده فبتلاقي اللحم بتاع طعمه حلو خلاص كده بقى هدعك الفرخة كلها بالكلام ده وهبدأ ان انا هقفلها. بست انا كنت حاسة ان انا بتخانق مع الفرخة. خلاص كده هقفل كويس الفرخة او حاولي انا كده اكتف الرجل بتاعتها كده كويس. واروح بقى كده على طول ابدأ اسويها. بصراحة عجبني اوي طريقة الديك الروم اللي انا كنت عاملها. آآ كنت مديني شربة حلوة اوي اولا. وطعم اللحن بتاعي الديك الروم كان حلو جدا. فهنا جيت برضو ورحت حتى كده معلقت زبدة بلازي. وبردو كان فص كده آآ مستكل اول. اول ما يسيح بنزل مع على طول بالحبهان. وبعد كده على طول بنزل بالفراخ. هنا طبعا كدت الرقبة كنت لسه ناسيها ما كنتش اطعتها فالوقتي كده كده اطعتها شلتها. وهبدأ بقى كده اشوح الفرخة كويس اوي. وهنزل بقى بتمطماية بصلاية جزراية. شويت برضو آآ او كام عود كده كرفس. آآ عايز اقول لكم ان الكرفس بيفرق قوي قوي في طعم الشربة. لو جربته مش هتستغنوا عنه ابدا. خلاص انا بصراحة بحبه جدا بس او اكتر قوي بيكونش عندي. فطبعا عايزي بقى مش مشكلة. هنزل بقى كابل المية طبعا تكون سخنة وخلاص بستو كده تمام قوي. هتسبب بقى تغلي مع نفسها وتستغنى. آآ كان لسه عندي طبعا بصل بقى ففرمته اكتر عشان يبقى اصغر. وجبت دلوقتي كده حوالي معلقة كبيرة من البصل. المفروم ما صفتوش ولا اي حاجة. وبعد كده حطيت بقى على نص كيلو لحمة دي نص كيلو لحمة مفرومة. حطيتنا علاقتين ملح. آآ بوهرات اللي هي السبعة وآآ شوية روز مالي آآ اللي هو المجفف عايزي. آآ وفلفل قسوة طبعا ودي آآ اللي هو بلح جسط الطيب. آآ برضو هابشور كده آآ شوية صغيرين قوي كده على الوش اللحمة. انا بصراحة بحب اوي جسط الطيب مع اللحمة. آآ او اللحمة المفرومة عمتة يعني بتديها طعم حلو اوي وناكها كويسة اوي. هقل بكل الكلام ده كده مع بعض وهبدأ اعمل دلوقتي الصالصة بتاعت اللي انا هستخدمها في الصينية بتاعة الاكل. هنا حطيت معلقة زبدة وبعد كده حطيت آآ شوية زيت. بقيت بقى البصل ان احنا كنا فرمينه مع بعض. هو خلاص بقى ده اخر حاجة. آآ هشوحوا كده مع الزبدة والزيت وبعد كده هحط برضو حوالي ثلاث فصوص طوم. آآ وهنا بصده كان عندي آآ فلفل آآ برضو هقطع كده شوية عليها. وهبدأ بقى اشوح كل الكلام ده. اول ما يبدأ ان انت تشمي كده آآ ريحة الطوم آآ ورحة الفلفل كده ما بتتحمرش ولا تخليها تغمق منك ولا اي حاجة. هي دوبك بس ان هي تتبل كده او تسفر. آآ هبدأ انزل بقى بالصالصة بتاعتي. هستخدم الصالصة دي النهاردة آآ حط كده حوالي ثلاث معالي. وبعد كده هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. وهضيف بس عليها شوية فلفل اسود وآآ ممكن احط شوية ملح تقريبا. آآ بس هحط طبعا آآ مكعب آآ ماجي بس هحط مكعب مرقت آآ فينفز الياب اللحمة. عشان طبعا دي انا احطها على اللحمة مفرومة. فتديها برضو طعم حلو كده آآ وريحة حلوة. اهي اللي هي المكعبات دي بصراحة حلوة جدا. هنزل كده بها عصطالصة بقى. احنا كده عملناها وبعد كده هضيف عليها كوباية مية كمان واسبها بس ايه تاخد غلوة كامعة مع بعض وهقفل عليها. كده بقى احنا جاهزناها. هنا كنتم قطعها بقى بطاطس شريح عادية جدا. سمكها مش رفيع ولا تخين عادية. آآ وهنا جبت اللي انا هعمل فيه. الصينية البطاطس بالكفتة. وهبدأ كده بقى اصبع الكفتة بس على ايدي. مش هعمل يعني صعوبة ولا الكلام ده لأ يعني ايه. تجيبي كده قطع وتتدوريها كده في ايدك او تخليها كده على شكل كفتة. آآ وتحطيها وتحطي بين كل آآ بعد كل واحدة طبعا بطاطسوية. الترية دي سهلة جدا اصلا ومعروفة قوي يعني فهي مش جديدة ولا اي حاجة بس بصراحة حلوة جدا وسهلة جدا جدا وماخدتش مني خالص وقت. وطعمها كمان جميل قوي. كده بقى انا جبت الصلصة اللي احنا عملناها كده مع بعض او التسبيكة بتاعت الاكلة دي. آآ وهضيف شوية مية بس كده عليها عشان طبعا البطاطس تستوي والحاجة تستوي كلها. جبت الاول زي ما انتم شايفين كده بين الطبقتين بين البطاطس يعني واللحمة حطيت كده آآ قرني فلفل رومي. هنا الفرخة معايا كانت خلاص استوي البطل اللي اعطاها آآ وجبت معلقة صلصة وجبت معلقة زبدة بلدي وشوية ملح وشوية فلفل اسود بس كده وهقلبهم كلهم مع بعض. وبعد كده هبدأ ادهم بيهم الفرخة من برا. آآ استمنى هتديها على فكرة لمعة حلوة جدا. آآ والسلصة طبعا بتخلي طعم اصلا الفراخ طعمه حلو. بتخلي يعني طعم الفراخ كده آآ آآ مسكة كده يعني فيه طعم كده حلو. هدهم بقى الفراخ كلها بالفرشة بتاعتي او الفرخة كلها بالفرشة كده. وبعد كده هدقلها بقى على الفرن كده على طول. طبعا سنية البطاطس انا كنت لسه ما دخلتهاش الفرن هدقل الاول الفراخ وبعد كده آآ البطاطس اخر حاجة عشان تبقى سخنة خالص. انا ما اخدتش معي وقت اخدت مسلا حوالي كده ساعة لربع بس انا ما غطتهاش باي حاجة. هنا بقى هعمل جنبي كل الكلام اللي احنا عاملينه ده هعمل شوية رز واحدة واحدة. طبعا دي حرية شخصية بقى حبة تعملي اللي هو رز بشعرية عادي. او ممكن رز ابيض او ممكن رز واحدة واحدة. بس انا عندي بصراحة بيحب قوي الرز رو واحدة واحدة اكتر. او ده اقترية اكلي او اقترية الرز انا بعمله هو الرز واحدة واحدة. حمرت طبعا نصر كمية الرز وبعد كنزلت من نصر كمية الرز التاني. وبرضو هشوح كل الكلام ده كده مع بعض وبعد كده هسقيه بشوية مية وملح بس كده. عمري في حياتي ما ساقيته بشربة ولا عمري هسقيه بشربة لان الشربة بتخلي اه مهما يكون الشربة حلوة بتخلي برضو في ريحة كده اه في الرز مش حلوة. هقطع كده الطماطم وبعد كده هقطع بقى الخيار. دي بقى عايز اعمل اه طبق صلات طبعا جنبي الاكل ده. اه لازم طبق صلاتة عشان طبعا اه يعني ده يعتبر كده اه خضار ورز فلازم صلاتة كده بتدي تعم حلو اوي. بشرت طبعا الجزارية وقطعت طماطم وخيار وفلفل. وهنزل كل الحاجات دي كلها في الطبق بتاعه. اه وطبعا ان كنت مقطع بقى كده اه بصراية. بس الاول طبعا هنزل كل الخضار ده اللي احنا قطعناه مع بعض. طبق الصلاتة ده حاجة كده وهمية بصراحة في رمضان او في اي يوم احنا بنحبه جدا جدا بس للاسف ساعات كتير اوي بيكونش عندي الحاجة بتاعته اه وانا عشان معي ولاد صغيرين فمش بنزل بصراحة كتير يعني فين وفين عم منزل. هنا جبت بقى بصراية قطعتاك يعني انصاص كده شرايح وحطت على شوية ملح وكمون اه وشوية نعناع نشفين. هقلب بقى طبعا كل الكلام ده وحطت طبعا شوية خل. وبعد كده هنزل بقى بالكلام ده كله على الخضار وهقلب كويس اوي. كده خلاص بقى كل آآ صلاتة عنتي جهزت. والرز هنا خلاص اتشرب. ههدي بقى على النار خالص واغطيه واسوي استوي مع نفسه. بس كده كده بصوا بقى كنت حطيت صانية البطاطس في الفرن زي ما انتم كده شايفين. هي استوت طبعا بقى جميلة ما مولعتش علها الشوية بصراحة. آآ هي اخدت اللون الجميل ده لوحدها. وهنا كان عندي بقى محشن. بقيت المحشن انا كنت عمناها معاكم الفيديو اللي فات. وهنا الفرخة طبعا طلعت عامل الفرن. هنا بقى عندي سنبوسة انا بكون جاهزها عندي في الفريزر كده على طول. آآ يعني بشتري السنبوسة وحشيها الحشوة اللي انا عايزيها. وحطها في اكياس في الفريزر. وقت ما طلع بقى منها احمر على طول. فبتكون جاهزة معه. هنا بقى تحضرت اهو الحاجة بتاعتنا او الفطر بتاعنا. السلطة والرصد بقى بتاعنا. اهو الحاجة بتاعتنا كلها جهزت. آآ وكان خلاص المغرب كان اعتبر على ازان. فبعد ما صورت على طول خرجنا الاكل كله برا. وافطرنا. بس كده كان فطرنا النهاردة يا رب يكون عجبكو. الفيديو يكون حلو كده. آآ واستفدتم منه باي حاجة. وقال لكم باي باي مع الف سلامة وشوفكم ان شاء الله على خير. وفيديو جديد وروتين جديد ورمضان كريم. مع سلامة. اشتركوا في القناة